أدانت مصر تصريحات توزير المالية الإسرائيلي التي ادعى فيها وجود مبرر أخلاقي لتجويع المدنيين الفلسطينيين في قطع غزة وعتبرت مصر مثل هذه التصريحات المشينة مرفوضة شكلا وموضوعا وتعد مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي الإنساني واتفقيات جنافا الأربع التي تفرد على إسرائيل باعتبارها القوى القائمة بالاحتلال توفير الحياة الآمنة ومتطلبات العيش الرئيسية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال وذكرت مصر كافة أطراف المجتمع الدولي بأن جوهر وأساس القانون الدولي الإنساني تشكل وتطور عبر العقود الماضية لمكافحة ومنع مثل تلك الممارسات المناهدة للكرامة الإنسانية مطالبة بدرورة الإطلاع بجهد دولي فعال لوضع حد المآسي التي يواجهها المدنيون في قطاع غزة